اشتركوا في القناة الوطني الباسل الذي يطلع به الحرس الوطني ومنتسبوه وما يقدمونه من تضحيات نبيلة بكل مسؤولية وعزيمة عالية صرح وطني شامخ قيادة فذة وكفاءات متميزة تبرهن دائما أنها على قدر المسؤولية الوطنية بقيادة الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني الذي سار بهذا الصرح الوطني إلى طريق التقدم والنجاح وأثبت رجاله أنهم منذ تأسيس الحرس قبل خمسة وعشرين عاما أهل لما أنيط لهم من مسؤوليات كبيرة قابلوها بعزيمة عالية وأداء احترافي متقن أكد على ما وصل إليه رجال الحرس الوطني من مستويات متقدمة عسكريا وإداريا وفنية أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لمقام سيدي عاهل البلاد بن فدى القادل أعلى حفظ الله ورعاه وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القادل أعلى رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه مناسبة حلول الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيس صرح الحرس الوطني وكذلك أصل تهنئتي لسيدي سمو رئيس الحرس الوطني وسيدي معالي مدير أركان الحرس الوطني وإلى كافة منتسبي الحرس الوطني بهذه المناسبة العزيزة وتأتي ذكرى تأسيس الحرس الوطني لتمثل فصل جديد من صفحات الولاء والفداء لهذا الوطن في ظل تطوير مستمر للمكانيات البشرية والعسكرية والكفاءة والجهزية لهذا الصرح العسكري ليكون خير عون وسند لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة إنه الحرس الوطني قوة وطنية حامية تقف شامخة للدفاع عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره ومكتسباته التنموية باتت اليوم وبكل اعتزاز خير سند لقوة دفاع البحرين وخير عون لقوات الأمن العام أثبتت بجدارة منتسبيها وكفاءاتهم المتميزة فاعليتها في الذود عن أمن الوطني وسلامة أمنه واستقراره في كل الظروف وفي كل الأحوال يعتبر الحرس الوطني عمقا عسكريا لقوة دفاع البحرين ودرعا أمنيا لقوات الأمن العام في حماية الوطن والمحافظة على استقلاليته وسيادته وأمنه وسلامة أراضيه من خلال تأدية الواجبات المناطة بالحرس الوطني في حماية المنشآت الحيوية بالمملكة بكل كفاءة وجاهزية قتالية حرصت رئاسة الحرس الوطني منذ التأسيس في 7 يناير 1997 على اعتماد ودراسة استراتيجية تدريبية تمكن الوحدات المقاتلة والإدارية من تنفيذ مهامها بكفاءة وكانت هذه الاستراتيجية ناتجة عن رأية سيدي سمو رئيس الحرس الوطني ومتابعة مباشرة من سيدي معالي مدير الأركان وكانت هذه الاستراتيجية معززة بلجان للتقييم لقياس مدى نسب الإنجاز ومدى تحقيق الأهداف نتج عن ذلك وصول الوحدات المقاتلة والإدارية إلى أعلى معايير الكفاءة والاحتراف في تنفيذها لمهامها من خلال توفير لها أحدث الأنظمة والآليات والمعدات والمهام والأسلحة كذلك رجال العزيمة العالية بواسل تتفاخر بهم البحرين في كل مكان يرفعون بكل عزة وشموخ راية وطنهم الغالي بكفاءاتهم النخبوية المشرفة وقياداتهم اليقظة حتى باتوا محل افتخار واعتزاز لكل الوطني وأبنائه المخلصين الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني مناسبة وطنية عزيزة نستذكر بها الدور الحيوي والفاعل لمنتسبية الحرس الوطني وما يقدمونه من تضحيات جليلة تؤكدها الجهزية العالية والكفاءات الوطنية المتميزة في مختلف الميادين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر